لتزال متوقفة على عدة قضايا رئيسة هذا ما كشفه مسؤولنا شاركوا في مفاوضات روما الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن أهم تلك القضايا العالقة بحسب المسؤولين هي مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من عدمه من غزة أثناء سريان الهدنة وقال ثلاثة مسؤولين لصحيفة نيويورك تايمز أن المفاوضين الإسرائيليين ناقشوا بشكل خاص مسألة مغادرة منطقة الحدود مع مصر إذا تمكنوا أولا من تركيب أجهزة استشعار إلكترونية للكشف عن الجهود المستقبلية لحفر الأنفاق فضلا عن بناء حواجز تحت الأرض لمنع بناء الأنفاق لكن المسؤولين لفتوا إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في هذه المسألة تسعى إسرائيل للاحتفاظ بنقاط تفتيش عسكري على طول طريق سريع استراتيجي داخل غزة من أجل منع مقاتلي حماس من نقل الأسلحة نحو مدينة غزة وفق ما أكده أربعة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول من إحدى الدول الوسيطة للصحيفة ذاتها ستة مسؤولين إسرائيليين قالوا أن نتنياهو هو السبب الرئيس وراء موقف إسرائيل المتشدد في محادثات روما وأن كبار المسؤولين الأمنيين يضغطون على رئيس الوزراء لإظهار قدر أعظم من المرونة من أجل تأمين صفقة وأشارت الصحيفة إلى أن مجال المناورة المتاح أمام نتنياهو محدود بسبب أعضاء حكومته الذين يعارضون الهدنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر